اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اليوم مع السيد رونالد لودر رئيس المجلس اليهودي العالمي الذي يزور مملكة البحرين حاليا وخلال الاجتماع استعرض معالي وزير الخارجية مع رئيس المجلس اليهودي العالمي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الشرق الأوسط مؤكدا معاليه أهمية بذل المزيد من العمل من قبل المجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية لأجل معالجة مختلف الأزمات التي تواجه دول المنطقة وتؤثر سلبا على شعوبها من جهتها شاد رئيس المجلس اليهودي العالمي بالجهود الملموسة التي تبذلها مملكة البحرين ودعمها الفاعل لجهود إرساء الأمن والسلم في المنطقة اشتركوا في القناة